اهلا بحضراتكم من جديد انا مستنيه بصراحة ليه لانه ده احنا عندنا بعد كده بطولة ايه اول مباراة لنا في الدورة السوبر كان مع نادي القناة نادي القناة في دورة 16 ودي فرقة محترمة جدا فوزنا عن نادي القناة مبارح لابنا المباراة مبارح في صالة المقاولين العرب فوزنا 8070 فرقتنا ان شاء الله هتلعب بكرة على صالتهم باستلعب بكرة على صالت طبعا فريق القناة في الاسماعيلية المباراة التانية في حالة فوزنا هنتأهل لنظام الإقصائي هياخدوا 8 فرق احنا 16 فريق دلوقتي الاول بيلعب 16 والتاني بيلعب 15 وكذا هيتأهل 8 التمانية دول هما الليلعبوا دول السوبر فريق القناة انا قلت لكم قبل كده انه فريق محترم يعني نتيجة 80-70 لما نقل فريق القناة ينجح يحط في نادي الاهلي 70 لا فريق محترم وانا شايف انه هو ترتيبه 16 ده نادي القناة ما يستحقهوش نادي القناة فريق كويس جهاز فني محترم فيه مجموعة من اللاعبين شوفناهم إذا نالهم ماتش على فكرة علشان قناة نادي الاهلي طيب احنا مباراتنا بكرة نكسب نتأهل للتمانية التمانية هنعمل ايه التمانية هنلعب رايح جاي يعني 7 في 2 ب14 مباراة رايح جاي وبعد كده هنترتب من الاول للتامن وبعد كده هنلعب بقى خلاص دول رايح جاي نبتدي في الادوار الاقصائية الادوار الاقصائية الاول لعب الثامن بيستوف سري وهكذا والتاني لعب السابع وهكذا وبعد كده بيستوف فايف نبتدي من دور قبل النهاء طيب اللي عايز اقوله لكم انه في حالة ارتياح الحمد لله في الفرقة بس عندنا إصابات يعني فرقتنا عندنا هاب أمين كان عمل عملية إزاي ده رب يشفيه ان شاء الله بسيطة هي بحتاجة بس تمارين وتقوية العضلات البطن بعد العملية ما شاء الله واشه انه صغير فالدنيا ان شاء الله مش هتبقى ريكافر هيبقى سريع عندنا بعض الاصابات الزغيرة السئيلة يعني هتلاقي مهيب عنده اصابة كده يعني خليها مش لعب مظبوط عندك نفس الكلام عمر طارق اصابات زغيرة كده بس تحس انت ما بتلعبش مرتاح اصابة مدايقات انا شايف ان دي فرصة كويسة جدا احنا تأهلنا اول تاني الحمد لله ما فيش مشكلة خالص بس فرصة جيدة ان الفرقة تريكافر نفسها في الناحية البدنية لانه احنا بعد كده هنخش في الادوار الاقصائية مفيش بقى خلاص ده قصة تانية اللي بيخسر شكرا بتودع البطول لا معندكش امل فاحنا الدور ده الرايح جاي انا متصور ان مستر اجوشتي طبعا هيبقى حريص على الفوز بس هيحاول بشكل او باخر انه ريح لعبته لانه مهم جدا ان تخش على الادوار الاقصائية وانت كامل العدد بالاضافة طبعا للشباب اللي طالعين المصعدين والشباب اللي لسه او يساني لعبوا السنة دي مع الفريق اتصور ان شاء الله ان احنا يا رب يا رب يعني ماشيين بخطة سبتة